دايماً كلامه موضوعي وموزون وزي ما أنت قلت قبل كده كذا مرة ما أسهل أن أنت في بعض الأحيان حتى عشان تخلي مسؤولية فتعلقي أي أخطأ حصرت سواء اللعيبة أو غيرها على أرضية الملعب على الملابسات المصاحبة للمباراة والحقيقة كان فيه أكتر من ماتش لملابسات وظروف ممكن لو حبينا نعلق فهنا ممكن بسهولة نعلق صح كلامك مظبوط جداً وعجبني كمان من التصريحات بتاعت كولر لمالك دايماً من أوحش الماتشات اللي تلعبت وإحنا هنتفق معاه بصراحة هنتفق معاه من أسوأ الأداء يعني من أسوأ الأداء اللي احنا شفناه قبل كده مع النادي أهلي أنت عندك كل حاجة متاحة يعني أنت عندك الملعب كان والفرص بتاعتك أنك تحقق أهداف ومش هدف واحد أكتر من هدف كانت متاحة ما فيش أي مشكلة ما كانتش الداخلية ضغطة عليك بالشكل اللي يمنعك أن أنت تسجل أهداف أبداً ولكن سلسلة الأخطاء المتكررة في الفينال يا كريم بتاعك برضو مش مفهوم يعني أنا مش عارف اللعب المفتوح كان قدامك كل حاجة كانت متاحة يعني على كل حال خلينا نوفر الكلام ده للفقرة الحوارية لكن محتاجين برضو نتطمن على الفترة اللي جاية ده مهم جداً لأن أنا لا أتمنى أن احنا نستمر بهذا الأداء يعني لنا نقولها بالشكل اللطيف ده إن شاء الله ترجع الأمور للنصابها الصحيح وكعادة النادي الأهلي بيبوح بيبوح دايماً نخطين يعنيهم على أي خلل أي مشكلة أي حاجة مش مصبوطة والكل بيعمل جاهداً على تصحيح الوضع المغلوط أو الوضع الخطئ وإن شاء الله الفترة اللي جاية نجد ما يوصررنا من خلال متابعتنا لكل لقاءات النادي الأهلي محلياً وكمان قررياً تعالوا بقى على ذكر نتطمن والطمأنة تعالوا نتطمن على خالد عبد الفتاح اللي حصل للدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال إن اللاعب خضع بالفعل لإجراء أشعة رانين مغناطيسي على الرجبة مبارح بعد ما كان بيشتكي من آلام فيها والأشعة أثبتت إصابته بجزع في الرباط الداخلي للرجبة بالتالي حيغيب لمدة أسبوع وإن شاء الله بإذن الله يرجع بعدها مرة تانية للتدريبات الجماعية حلو جداً تعالوا برضو عندنا احنا بالمناسبة الفترة اللي جاية ماتشاط وماتشاط مهمة طبعاً الفترة اللي جاية اللي هي ماتش القطنة تحديداً الكاميرون يعني هيكون يوم السبت 4 مارس في القاهرة وفي عندنا مباراة طبعاً في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري هنا أبطال إفريقيا وبعده عندنا سانداونز وبرضو يعني نتمنى الأفضل بقى أداءاً ونتيجة يعني بإذن الله طيب مين اللي هيكون مشارك أو هيكون رئيس هذه البعثة هيكون إن شاء الله الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة طبعاً بتكليف من كابتن محمود الخطيب ومفروض إن بقى حيبتدوا من دلوقتي إن هم يتطمنوا ويجهزوا ويشوفوا كل حاجة يعني زي ما بتقال كده تذليل العقبات مشاركة مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير القرى عندنا بالتوفيق ونتمنى كل الدعم كمان من جمهير النادي الأهلي للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية إحنا كده كده عارفين إن الدعم بيكون موجود في الحلوة والوحشة أو زي ما بتقال يعني أبسان داونز ولكن إحنا محتاجين قوي قوي الفترة دي دعم الجمهير علشان زي ما بتقال يا كريم إحنا ممكن يحصل دروب ممكن يحصل الروح شوية كده إنهزامية ممكن الأداء ما يبقاش حلو في 3-4 متشاط بس الأهلي معودن إنه هو الكمبات بتاعه بيكون أقوى كمان من الأول فإحنا محتاجين الدعم الفترة دي ومحتاجين على الصعيد التاني تركيز اللعيبة أكتر من كده خيانا قولها بذا الشكل في أي فترة من الفترات اللي فاتت وفي أي مرحلة كنا إحنا مش راضين فيها كل الرضا عن إلا حاصل بغض النظر عن تفاصيل وإيه لكن الحقيقة وبرضو على ذكر جماهير النادي الأهلي زي ما كانت نهواند بتتكلم مع حضراتكم يعني قد يكون الطرف الوحيد اللي عمره مأثر في أي حاجة دايما موجود ودايما خاضر ودايما داعم ودايما كتفه في كتف الفريق هم جماهير النادي الأهلي بس بيزعل برضو يا كريم وحقه الجماهير حقها تزعل وحقها تنتقد الأداء لو ما كانش الأمس طبعا أنا مش قصدي كده نقصدي أقولك إن دايما الطرف الوحيد اللي عمره مأثر يعني أحيانا ممكن لاعب أو أكتر يأثره أحيانا لاعب أو أكتر في ماتش من الماتشات ما يدوكيش اللي أنت مستنيه منه إلا الجمهور دايما الجمهور حاضر ودايما جمهور النادي الأهلي جمهور منطقي جدا الحقيقة يعني دايما بيقيم الصورة بشكل عام ومش زي غيره ويغيره من الجماهير اللي هم إيه ساعات بيبقى فيه عشوائية حتى في التشجيع أو في التعبير عن الانتماء فالحقيقة برضو كلمة حقه لازم تتقال فحق جماهير النادي الأهلي اللي كالعادة دايما هي السند وهي دايما الضار